بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا مولاي يا باب المراد السلام عليك يا محمد ابن علي الجواد صلوات الله وسلام عليك وعلى أبيك وأجدالك وأبنائك الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أحبتي جميعا ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم في هذا المصاب الأليم العظيم وصابنا بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه أبدأ حديثي في هذه الحلقة الثانية من سيرة إمامنا وسيدنا باب المراد محمد ابن علي الجواد بهذه الآية الكريمة المباركة حيث يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه الحكم الصبية هذه الآية الكريمة تخص نبي الله يحيى ابن زكريا صلوات الله وسلامه عليهما وإذا أردنا أن نطبق هذا الأمر على قضية الإمام الجواد حيث قلنا في الحلقة الماضية أنه تولى الإمامة وهو في تلك السن الصغيرة وقد أثبت إمامته صلوات الله وسلامه عليه وهذا الإشكال قد ارتفع في إمامة ولده علي بن محمد حيث تولى الإمامة وهو أيضا في السن الثامنة حيث ولد الإمام الهادي سنة مائتين واثنى عشر من الهجرة واستشد الإمام الجواد سنة مائتين وعشرين يعني عمر الإمام الهادي كان ثمان سنين إذن نفس القضية لكن الإشكال ارتفع عن الإمام الهادي بعد أن ارتفع عن أبيه الإمام الجواد الواقع أحبتي أن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وكما أستفت في حديثي أن هذا الاستيعاب الذهني عند الإمام وفضلا عن أن هذا العلم علم لدني من الله سبحانه وتعالى إذن قابلية الاستيعاب عند المعصوم تختلف عن قابلية الاستيعاب عند الآخرين وقال الله سبحانه وتعالى وتعيها أذن واعية النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي إن الله أمرني أن أعلمك فأنت الأذن الواعية لعلمي إذن المعصوم وهو في سن الصغير وقد تكلم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أمتنا تكلموا وهم في القماد كما تكلم عيسى عليه الصلاة والسلام يعني منذ أن يأتي إلى هذه الدنيا يعي ويفهم حسنا هذا الذي يريد أن يصدق أو لا يصدق يؤمن أو لا يؤمن بهذا الأمر فأمره إليه ولكن هذه عقيدتنا أيها الأحبة أن المعصوم حينما ينزل من بطن أمه ويولد يعني يولد من بطن أمه يتكلم ويعي ويفقه ما يدور حوله وهناك روايات كثيرة في هذا المضمار أنا لا أريد أن أتطرق إليها رعاية للوقت إذن الإمام الجواد روحي فداه كان فطنا يعي ما يعلمه وما يمليه عليه أبوه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وكان الإمام قد بقي في المدينة المنورة بعد رحيل والده إلى مرو إلى خراسان إلى موضع قبره الشريف الآن وكانت هناك مراسلات بين الإمام الرضا وبين ولده الإمام الجواد وكان الإمام ينفق ويعطي وكان يقصده الناس في داره لقضاء حوائجهم يعني كان يقضي حوائجهم ويجيب على تلك المسائل الفقهية التي كانت تعرض عليه إذن الإمام نبوغه منذ نعومة أفطاره وكما أسلفت أن المعصوم استيعاب وذهن يختلف وهذا طبعا بان عليه هذا الأمر نحن كيف نعرف نحن لا نقيم ولكن من خلال الروايات التي مرت علينا وما قام به الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه من مناظرات مع مجموعة من العلماء الذين كانوا يعدون من علماء زمانهم كيحيى ابن أكثم وغيره كان الإمام يطرح تلك المسائل فيعجزونه عن الحل باعتبار أن هؤلاء الواقع هم علماء وأعلام لكن علمهم كان علما سطحية أيها الأحب يعني من خلال تلك المناظرات التي حدثت بين الإمام سلامه الله عليه وبين يحيى ابن أكثم حيث انتخبه المعتصم العباسي عفوا المأمون العباسي لامتحان الإمام بعد أن قالوا أن هذا علم علم محدود المأمون كان يعرف المأمون كان أعلم خلفاء بن العباس أعلم الحكام وكان أخبثهم فهو يعلم مقام الإمام الجواد وحتى تقريب الإمام الجواد له حتى يبعد شبهات عنه بأن يده قد لطخت بدم أبيه الإمام الرضا وهذه السياسات وليست في حديثنا إنما موضوع الحديث أن المأمون العباسي عبد الله المأمون عليه لعان الله قد أحضر يحيى ابن أكثم في مناظرة في مجلس كان يعقده المأمون وقد حضر يحيى ابن أكثم وحدثت أو بدأت تلك المناظرة والإمام سلام الله عليه سأله مسألة عن شخص نظرة حرام إلى إمرأة بعد ذلك يعني صباحا في الظاهرة كانت نظرة حلال بعدها نظرة حرام بعدها أصبحت حلالا بعدها أصبحت حراما بعدها أصبحت حلالا ثم حراما ثم حلالا لم يعرف لم يعرف هذا الرجل اللي هو يعتبر من علماء عصره فالإمام بيّن له أن شخصا نظر إلى جارية نظرة حرام جارية غريبة ثم بعد ذلك أشترى هذه الجارية فأصبحت حلالا ثم أعتقها لاحظوا شوف شوف دقة المسألة شوف عمق المسألة كما قلت لكم نحن جينا بمثل في بداية حديثة في الحلقة الأولى أن المرء حينما يغوص في البحر يجد الكنوز أنت من نضغوص في عمق المسألة تجد هذه المسألة شقد بيها عمق وشقد بيها فروع هذا هو ديننا فحينما أعتقها أصبحت ماذا أصبحت حراما علي تزوجها أصبحت حلالا علي ظاهرها يعني قال أنت عليك ظهر أمي أصبحت حراما علي ثم كفر عن الظهار فأصبحت حلالا علي إذن هذا المسألة المسألة لم يعرفها يحيى بن أكثم طبعا ثم سأله الإمام مسألة أخرى عن محرم قتل صيدا يعني بعدما الإمام سأل يحيى بن أكثم يحيى بن أكثم سأل الإمام سلام الله عليه حسنا هذه المسألة قبل ليس المهم أن يحيى بن أكثم سأل الإمام أو الإمام سأله المهم كانت مسألة الإمام عن هذا الشخص الذي نظر النظرات الحرام والحلال كيف صارت حراما وكيف صارت حلالا يحيى بن أكثم يريد أن يسأل ولعله هو البادئ في تلك المسائل سأل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه عن محرم قتل صيدا محرم قتل صيد من يسأل يحيى بن أكثم سأل الإمام الجواد الإمام شوف ذاك علمه سطحي وشوف أمق الإمام في المسألة قسم الإمام المسألة إلى 16 قسم هذا المحرم اللي قتل صيد يعني كان في حال إحرام وقتل الصيد هذا الإحرام كان إحرام الحج أو إحرام العمرة في الليل أم في النهار رجل أو إمرأة عجيب 16 تفصيل فصل هذه المسألة هذا ماذا يعني يا حبتي يعني أن علم الإمام مو علم سطحي علم عميق يعرف أمق المسألة لكن ذول شنو علومهم سطحية علومهم ماذا علومهم سطحية إذن وهذاك قضية مهمة يا حبتي أن الإمام المعصوم حينما يعطي علما معينا أو جوابا معينا يطيك الحكم الواقعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى حينما يتوني الإمام يقول سيدي أنا شككت في كذا في بين الرقعة الثانية أو الثالثة أو الثالثة أو الرابعة أو حدث عندي كذا في الصلاة الإمام يقول له افعل كذا يعطيه الحكم الواقعي الذي يريده الله سبحانه وتعالى فإذن علم الإمام علم عميق وإلا كيف يقسم أو يفصل هذه المسألة إلى 16 تفصيل لكن يحيى بن أكثم يظل يظل ساكتا يبقى ساكتا ولا يعرف ماذا يجيب ثم قال نستفيد منك يا ابن رسول الله أو يا ابن الرضا كان يعطي الإمام أنه ابن الرضا فيبدأ الإمام بأبي وأمي يفصل هذه التفصيلات لهذه المسألة وهي أن المحرم قتل صيدا هذا يعني أن العلم الإمام ليس علما سطحين إنما هو علم عميق علم كبير وطبعا علم مأخوذ من أبيه من أجداده من رسول الله من الله سبحانه وتعالى فهم أدلوا القرآن إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا إذن لابد أن نرجع إلى أهل البيت في كل مسائلنا في الحرام والحلال في أمور الدنيا والآخر لكن مشكلتنا أننا ابتعدنا عن منهج أهل البيت فحجزت هذه الاختلافات وهذه الفرق وكل في واد لكن الفقه الصحيح هو طريق أهل البيت حيث قال رسول الله مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غريق وهوى إذن فقط هذه السفينة التي تنجي الذي يركب السفينة كسفينة نوح ينجو في الدنيا وفي الآخر كما نجا الذين ركبوا سفينة نوح والذي يخالف هذه السفينة ولا يركبها تعنطا تعسفا فتكون الخسار له في الدنيا والآخرة وللحديث بقية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة